أخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله من البحرين معكم أخوكم إبراهيم شريف أعبر هنا عن رأيي فيما يزعم أنه ورشة الازدهار بالنجل السلام أو ورشة المنامة التي ستعقد يوم 25 و 26 يونيو 2019 وأضم صوتي إلى صوت شعبنا الفلسطيني الرافض لهذه الورشة باعتبارها الشقة الاقتصادي بصفقة الخرن شعبنا البحريني يرفض أن تكون بلادنا مطية لصفقة تجارية رخيصة تباع فيها حقوقنا التاريخية وتداس فيها كرامتنا إن قبلناها اليوم في فلسطين فسنقبلها في أي جزء من وطننا العربي الغالي هي هذه محاولة مكشوفة بالتطبيع مع العدو وإطفاء الشرعية على الاحتلال وسرقة الأوطان وهي ليست المرة الأولى التي تسمح فيها حكومتنا بدخول صهاينا لذرائع مختلفة رياضة، تجارة، تسامح ديني وغيرها من الذراع صراعنا مع الصهيونية صراع وجود وليس نزاعا عقاريا ينتهي بصلح وتعويض مالي ندفعه من جيوبنا وبشهود نزول العربي الأرض، الوطن، الكرامة هي إشياء لا تشترا